منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في مرمى اتهام الحكومة الشرعية بالانحياز للانقلابيين ومخالفة مبدأ الحياة بيان وزارة الخارجية قال إن بيانات جيمي ماكجو ليدريك مسيسة وغير مهنية ولا تتطرق لجرائم الانقلابيين الذين ارتكبوا خلال الشهرين الماضيين 17 مجزر في تعز راح ضحيتها 145 شهيدا وعشرات الجرحى من الأطفال والنساء ليست هذه المرة الأولى التي تطلق فيها الحكومة اتهامات ضد منسق الأمم المتحدة ففي منتصف إبريل الماضي طالب مندوب اليمن في الأمم المتحدة سفير خالد اليماني الأمم المتحدة بتغيير ماكجو ليدريك على خلفية انحيازه للانقلابيين وعدم شفافية العمليات الإغاثية واعتماد مكتبه على وكلاء محليين مرتبطين بالميليشيا حتى الآن لم يستجب مكتب الأمم المتحدة لدعوات الحكومة الشرعية بالانتقال إلى العاصمة عدن والعمل منها رغم تواجد العديد من المنظمات الدولية كالصليب الأحمر والطباء بلا حدود وبالرغم من أن الأمم المتحدة غير معترفة بانقلاب الحوثي وصالح إلا أن مكتبها في اليمن لا يبدو أنه مقتنع بالشرعية الدولية ويمارس نشاطه في صنعاء بالتعاون مع قيادات الحوثيين وكأنه لا انقلاب حصل ولا دولة تم اختطافها اشتركوا في القناة